معنا الآن تمرين 3 هذا التمرين يقول إذا كان لديك البيانات التالية لدولة ما بملايين الدولارات عندنا دلوقتي البند اللي هو الدخل المحلي الصافي صافي الضرائب غير المباشرة صافي عوائد عناصر الانتاج الخارجية إهلاك رأس المال عندنا استهلاك عائلي إجمالي الاستثمار عندنا صافي الضرائب المباشرة إيه المطلوب؟ المطلوب أوجد ما يلي 1- الدخل المحلي الإجمالي اللي هو LGDI 2- الدخل القومي الإجمالي اللي هو LGDI طيب الحل سهل وبسيط ومباشر ما فيش فيه أي غموض الدخل بنكتب القاعدة بتاعتنا الدخل المحلي الإجمالي بيساوي الدخل المحلي الإجمالي بيساوي دخل المحلي الصافي زائد إهلاك رأس المال زائد صافي الضرائب غير المباشرة بتطبيق المباشر بأجد أن الدخل المحلي الإجمالي يساوي الدخل المحلي الصافي اللي هو هنا في المثال عندنا 750 زائد إهلاك رأس المال اللي هو 15 زائد صافي الضرائب غير مباشرة اللي هو 50 بتحصل على طول إما جمع هذه القيمة مع بعضها البعض بحصل على قيمة الدخل المحلي الإجمالي اللي هو 815 مليون دولار يأتي الآن المطلوب الثاني اللي هو الدخل القومي الإجمالي الدخل القومي الإجمالي بيسوي الدخل المحلي دخل المحلي زائد صافي عوائد عناصر الإنتاج الخارجية طيب يبقى بقول دلوقتي الدخل المحلي الإجمالي بيسوي كم من بيانات المثال بتقول لي بتساوي 815 زائد صافي عوائد عناصر الانتاج الخارجية برضو من بيانات المثال بتساوي القيمة بتاعتها سالب 25 فهي قيمة سالب فأنا بجمع دلوقتي القيمة اللي هي بتاعت الدخل المحلي الإجمالي مع قيمة صافي عوائد عناصر الانتاج الخارجية اللي هي قد تكون مجابة وقد تكون سالبة في بعض الدول فإحنا بنقول في هذه الدولة بتاعتنا أو في هذا المثال اللي احنا بنتكلم عنه هي قيمة سالبة فما بجمع القيمة السالبة دي مع 815 بحصل على قيمة الدخل القومي الإجمالي اللي هي 790 مليون دولار التمرين الرابع في التمرين الرابع بنقول إذا كان لدينا البيانات التالية عن مفردات ناتج محلي لدولة ما سنة 2012 وإحنا شايفين دلوقتي إن البيانات المتاحة لدينا البنود إجمال الاسمار سلع زراعية إضخار دخل شخص مطاح سلع صناعية ضرعي مباشرة إنفاق حكومي خدمات مختلفة صادرات إيه المطلوب مننا في التمرين دوت قال لك احسب النتج المحلي الإجمالي الاستهلاك العائلي الدخل الشخصي الواردات النتج المحلي الإجمالي الحقيق العام 2012 إذا بلغ مخفض النتج 140 ما معنى أن مخفض النتج المحلي يساوي 140 الحل المطلوب الأولاني اللي هو النتج المحلي الإجمالي من المعروف أن النتج المحلي الإجمالي هو مجموعة ما أنتج من سلع وخدمات في اقتصاد دولات وماء طيب وفقا لهذا التعريف نقول للنتج المحلي بقيمة السلع والخدمات بقى السلع زراعية في تطبيق مباشر للتمرين 650 سلع زراعية سلع زراعية زائد سلع صناعية 540 زائد خدمات مختلفة اللي هي 210 بيساوي كله 1400 تطبيق مباشر زي ما قلت للبنود الموجودة في التمرين طب الاستهلاك العائلي الاستهلاك العائلي كما قلنا مرارا وتقرانا أن الدخل الشخصي المتاح يمكن تقسيم بين الاستهلاك وبالتالي فإن الاستهلاك يساوي الدخل الشخص المتاح المتاح ناقص للإدخار وبالتالي فهو يساوي 1334 ماس 259 بيساوي 1075 المطلوب الثالث اللي هو الدخل الشخصي معروف أن الدخل الشخصي بيساوي الدخل الشخصي المتاح زائد الضرائب المباشرة وبالتالي فإن الدخل الشخصي يساوي 1334 زائد الدرائب المباشر اللي 16 بيساوي كلام ده كله 1350 الواردات بالنسبة للواردات بيقول ان الواردات عشان احسب الواردات بيقول ان هي بتيجي عن طريق هي احدى البنود المكونة للناتج المحالي الاجمالي بطريقة الانفاق فمعروف ان الناتج المحالي الاجمالي بطريقة الانفاق بيساوي الاستهلاج زائد الاستثمار زائد النفاق الحكومي زائد الصادرات نقص الواردات طيب الناتج المحالي الإجمالي إحنا لسه جايبينه دلوقتي اللي هو 1400 ما هو الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق هو الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل هو نفس هو الناتج المحلي الإجمالي بقيمة الناتج اللي هو 1400 فهمش محتاجين إن إحنا نحسبه بطريقة الانفاق ولكن إحنا بنيه بنجيب دلوقتي طريقة الانفاق عشان نأتي بقيمة الوالدات فالناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق اللي هو نفسه الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الناتج اللي إحنا لسه حزبنا لسه حزبنا من قليل 1400 بتساوي الاستهلاك العائلي اللي هو 1075 برضو لسه موجودة أو محسوبة وإجمال الاستثمار 72 زاد الانفاق الحكومي اللي هو 250 زاد الصدرات ناقص الواردات طبعا كل البيانات متاحة من لدينا معادة الواردات فمن السهل جدا نحصل على قيمتها اللي هي بتحصل في الآخر أو بنحصل عليها في الآخر 38 المطلوب الخامس الناتج المحلي الحقيقي لعام 2012 و12 طبعا الناتج المحلي الحقيقي زي ما كنا بيساوي الناتج المحلي الإجمالي طبعا النقدي أو الإسمي يعني اللي يقصد هنا في البسط المقصود هنا بالناتج المحلي الإجمالي وإذا قلت الناتج المحلي الإجمالي ما قلتش لإسمي ولا حقيقي فيقصد به الإسمي لأن دائما الحقيقي يطلق عليه اللفظ الحقيقي فالحقيقي يساوي الناتج المحلي الإجمالي الإسمي تقسي مخفض الناتج المحلي في ضرب المية وبتعويض مباشرة على طول بنون 1400 على 140 في 100 بيساوي 1000 مليون دولار آخر مطلوب بيقولك ما معنى أن مخفض الناتج المحلي بيساوي 140 ببساطة يا سيدي هو أن الأسعار ارتفعت بنسبة 40% لذلك فإن الناتج المحلي النقدي 1400 أكبر من الناتج المحلي الحقيقي في النهاية أود أن أقول أن هناك مجموعة من المشاكل والعيوب التي وجهت إلى الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لقياس الأداء الاقتصادي أهم هذه المشاكل وهذه العيوب هي واحد تجاهل الأنشطة غير نظامية رغم أنها تشكل نسبة ليست بالقليلة من الناتج المحلي وبالرغم من ذلك لا تدخل حساباته طبعا الأنشطة غير نظامية ديات معروفة الأنشطة غير نظامية هي الأنشطة التي لا تعرف عنها السلطات أي بيانات أو أي أرقام زي مثلا الباعة الجائلين أو مفترش الطرق أو غيرهم ممن يحصلون على دخول ولكن ليست بطريقة نظامية أو بطريقة يعني تعلم عنها الدولة الكثير من البيانات العيوب الثاني هناك بعض الدخول والأنشطة المهمة مثل بيع السلع المستعملة كالسيارات وغيرها لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي برضو عدم اعتبار بعض الأنشطة غير السوقية كالعمل المنزلي ورعاية الأطفال وإصلاح الرجل مثلا لسياراته من ضمن حسابات النتيج المحلي الإجمالي على الرغم من أنها بالفعل إنتاج حقيقي ولكن احنا قلنا قبل كده أنه مش ممكن ندخلها في حسابات النتيج المحلي الإجمالي صعوبة تقدرة وصعوبة حصرها من ناحية أخرى المشكلة الرابعة أن الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس الأثار السلبية التي تسببها مثلا بعض المصانع كتلوس الهواء ومياه الأنهار والبحار وغيرها